إلى أحد آخر استغرب الوزراء من طلب الملك وأخذ كل واحد منهم كيسه وانطلق إلى البستان الوزير الأول حرص على أن يرضي الملك فجمع من كل الثمارات من أفضل وأجود المحصول وكان يتخير الطيب والجيد من الثمار حتى ملأ الكيس أما الوزير الثاني فقد كان مقتنع بأن الملك لا يريد الثمار ولا يحتاجها لنفسه وأنه لن يتفحص الثمار فقام بجمع الثمار بكسل وإهمال فلم يتحرق طيب من الفاسد حتى ملأ الكيس بالثمار أما الوزير الثالث فلم يعتقد أن الملك سوف يهتم بمحتوى الكيس أصلا فملأ الكيس بالحشائش والأعشاب وأوراق الأشجار وفي اليوم التالي أمر الملك أن يؤتى بالوزراء الثلاثة مع الأكياس التي جمعوها فلما اجتمع الوزراء بالملك أمر الملك الجنود أن يأخذ الوزراء الثلاثة ويسجنوهم كل واحد منهم على حدة مع الكيس الذي معه لمدة شهر في سجن بعيد لا يصل إليهم فيه أحد كان وأن يمنع عنهم الأكل والشرب فالوزير الأول بقي يأكل من طيبات الثمار التي جمعها حتى انقضت المدة والوزير الثاني عاش الشهر في ضيق وقلة حيلة معتمداً على ما صرح فقط من الثمار التي جمعها وأما الوزير الثالث فقد مات جوعاً وهكذا اسأل نفسك من أي نوع أنت فأنت الآن في بستان الدنيا ولك حرية أن تجمع من الأعمال الطيبة أو الأعمال الخبيثة ولكن غداً عندما يأمر ملك الملوك أن تسجن في قبرك في ذلك السجن الضيق المظلم لوحدك ماذا تعتقد سوف ينفعك غير طيبات الأعمال التي جمعتها في حياتك الدنيا العبرة من القصة احرص دائماً على أن تجمع من أعمال صالحة على الأرض لتنعم بما جنته يداك في الآخرة لأن الندم لاحقاً لا ينفع والآن نترجم القصة أحد يوم كيف يسمعه ومع تحديث الناس يسرعون كل المنسي لتأخذ ملوك أسرع للمنزل وإنه يسرع إلى المنزل وإنه يسرع هذا الملوك له مع بعض الحصوى وعبات وإنه يسرعونهم لا يسرع المساعدة من أي شخص في هذه المساعدة وليس أن تتعرضه لأي شخص أخر المنسجرات كانت تبعيزة من أجل الرجل وعندما كل منهم أخذ رجل وذهب إلى المنزل المنسجر الأولي كان يستطيع أن يجب أجل الرجل لذلك يجب أن يجب من كل المرحلة من المباشرة والأجل وكان يجب أن يجب من المرحلة من المرحلة حتى يجب أن يجب أن يجب كما في الثاني والمعراضي، كان كان يتكلم أن الرجل لا يريدونها و لا يحتاجها للغاية و أنه لم يتعاونها لغاية. لذلك يتجمع الغاية لذلك يتجمع الغاية و إسرائيًا لذلك لم يتعاون الأعمال من الضوء من الضوء حتى يتجمع الغاية لغاية. كما في الثاني الثاني، لا يعتقد أن الرجل يؤذي عن المملكة. لذلك يتعامل الرجل مع عبارة، عبارة، وعبارة وعبارة. الثاني الثاني، الرجل أردت أن المملكة الرجل يأتي مع الرجل التي تتعاملها. عندما المملكة الرجل، الرجل يأتي مع الرجل المملكة أخذرهم أن يأخذهم تقراض مملكة الرجل، ونقراضهم لأداء من أجل الامام ، في مدينة المملكة أخذتهم للمنزل لا يستطيعهم وإن تقراضهم من يأكل ومملكة. السلطة الرجل، كان يتعامل المملكة الرجل التي كانت تحضر إلى المقارد تقراض. As for the second minister he lived the month in distress and lack of health Relying only on what was healthy and good from the fruits he collected And the third minister he starved to death So ask yourself what type you are You are now in the garden of the world You are free to collect good deeds or bad deeds But tomorrow when Allah subhanahu wa ta'ala Commends that you be imprisoned In your grave In that narrow dark prison All by yourself What do you think will benefit you Other than the good deeds That you have collected in your life The moral of the story Always make sure to collect Good deeds on earth To enjoy what your hands have Earned in the hereafter Because regret later Does not work And Allah subhanahu wa ta'ala And Allah subhanahu wa ta'ala As-salamu alaykum As-salamu alaykum